عايزة أروح لذات النائب أحمد فتحي ورؤيته لهذا اليوم ده من ناحية وهل تتفق معه سيد مصطفى أنه المحور الاقتصادي هو المحور الأهم والأبرز في الحوار الوطني أم أنه هناك محاور وموضوعات أخرى يعني في البداية بتشرح موجودي مع خضراتكم عايزة أقول لك يوسف هو مش المحور الاقتصادي فقط هو المحور المجتمعي مهم جدا والمحور أيضا السياسي مهم بس لما مصطفى بيت كان بيتحدث عن أهمية المحور الاقتصادي عشان كل بيت مصري دلوقتي متأثر اقتصاديا وعنده مشاكل قوة كل بيت فمحتاج توصيات التوصيات دي لما يسمحها من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة القادمة هيبتدي مواطن مصري حيث أنه فعلا فيه حوار بجد سؤالي لجنة الشباب بتعمل إيه للشباب؟ ده أنا هسأل نفسي وهجي ياوب أقول لحضرتك أن عندنا أفكار محترمة جدا يا يوسف طلعت من شبابنا داخل المدارس وداخل الجامعات في التلات محاور سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أنتوا في التنسيقية لفتوا في المحافظات كتير خلال السنة أقول لحضرتك إحنا ما فيش محافظة سبناها ما فيش جامعة أو معهد سواء جامعات حكومية أو أهلية أو خاصة سبناها من اسكندرية الأسوان عشان نسمع للناس أنتوا محتاجين إيه من الحوار الوطني عايز أقول لحاك أول حاجة الشباب كانت محتاجاها كانوا دايما وإحنا في الجامعة كانوا قلونا يعني هو معلش يعني إحنا مش بنعمل عملياتها طبعية ترهم آه طب ليه ما يبقاش اسمها وزارة الشباب والتضامن الاجتماعي تمام فالشباب تاني قال لنا إحنا مش بنشتغل في تكنولوجية المعلومات وبنعمل ابتكارات محترمة هير ليه ما تبقاش اسمها وزارة الشباب والاتصالات فابتدينا نفتح موضوع محتاجين أنتوا ايه قال لك ليه دايما الشباب بتربطها بالرياضة ما تفصلوا وزارة الشباب عن الرياضة فده كان أول مطلب رئيسي شبابنا داخل الجامعات طلبوا قال لك لازم عشان تقدروا تعملوا حوار وطني بجد لازم يبقى فيه وزارة مستقلة بذاتها شغل على تحديات وهموم الشباب ومشاكل الشباب أو عرضوا علينا ما إحنا عندنا المرأة والمجلس القومي لمرأة شغل قويس جد ما فيش حاجة اسمها وزارة مرأة فليه ما تخلوهاش اسمها مجلس القومي للشباب عايزة أقول لحضرتك هذا عمل زي زمان كنسوا مجلس الأعلى للشباب والرياضة وكانت وزارة الشباب والرياضة وزارة منفصلة بس الفكر كله هو مش رايح عشان يقول إن فيه وزير مكسر أو يشتغل على وزارته أكتر لا خالص هو الفكر الرائع ما فيش وزير زي ما بنقول قاعد في الوزارة هو الشباب بيكلم على إن الوزارة دي لازم تبقى قايمة بذاتها ما لقاش أي علاقة لا برياضة ولا بالتضامر ولا بالصلاة هي كل الملفات اللي بنتكلم فيها دي الشباب هم اللي يقدر يعملها وزارة الشباب منفصلة تماما عن أي وزارة تاني وده كلام محترم وفكر محترم وهنقشه داخل لجنة الشباب في الحوار الوطني حاجة تانية لما تكلمنا عنها قالك زي ما أنتوا بتكلموا عن أنتوا تخلقوا سياسيين يخدموا المجتمع على الفترة الجاية لازم تهتموا بحاجة اسمها انتخابات التحادات الطلبة والأنشطة الطلبة فعشان نقدر نعمل ده طبعا ابتدينا نسمع الشباب باللجان المختلفة هل اللجان دي أساسا عارفة الوزارات المعنية بأفكارهم وبمشاريعهم عارفين الحكومة بتعمل إيه و بتقدم إيه عايز يقولك يوسف فيه جاب كبيرة جدا الناس مش عارفة الحكومة بتعمل إيه والحكومة نفسها مش عارفة التحادات الطلبة بيعمل إيه فهنناقش ان احنا نغير ليحة عشان خاطر نقدر نقول ان فيه تنظيم عمل للتحادات الطلبة والأنشطة الطلبية لازم رقم واحد ده اللي تعلمناه في المجلس هو تشريع يصدر الفترة الجاية يخدم أكبر عدم من كل من شباب المدارس والجامعات عشان انا دي بقول مدارس التحادات الطلبة مش مكتسر على الجامعة فقط لغير عندنا التحادات الطلبة لمدارس أفكارهم سمعناها أكتر من رائعة عايز اتكلم عن محور مهم جدا تحادات طلبة المدارس ده حاجة شديدة الأهمية والمحورية أنا كنت رئيس التحادات طلبة مدرس محصر الزمان طبعا وبقيت نقل بارلمان بس انا هقول لك على حاجة يعني هانا بقى تسيبك مالهاش علاقة بالشكر الزاتي في حاجة هي المسألة انه التحاد العام لطلبة المدارس لا يقوم على أيامنا لا يعرفش اللقتي إلي بيجر لا يقوم بأي شكل من أشكال التوعية السياسية بل بالعكس يعني بس على أيامنا ده كنا بقى ايه في 30 سنة من يلين في 60 ميلا لكن بيش ده موضوعي لا ده هو فيه فكرة محربة انك تتقدلج أصلا محربة انك انت تفكر في العمل السياسي أصلا فانه مهمة عندي قوي قوي فكرة انه ازاي نقدر نشتغل على اتحاد طلاب المدارس وصوله لاتحادات الطلاب الجامعية علشان بعد كده اشوف كادر قادر انه هو يخش انتخابات المحليات طبعا السيد علي انه احترم ثم بعد كده نلاقيه جنب حضرتك وجنب ست النائب مصطفى في البرلمان فانه هنا يبقى فيه عندي مدرسة تنمية كادر زي ما الكتاب بيقول بعيدا عن الادلاجة كل واحد يخش حزبه وخش حركته زي ما وعا واي حصل ان شاء الله ومن ضمن الملفات اللي حايبة تتحدث فيها هي عملية الدامج لما كنا منتكلم عن لجنة اسمها اللجنة المجتمعية اللجنة الاجتماعية دي تعرفي ايه عن وزارة التضامن الاجتماعي وزار اللجنة الثقافية تعرفي ايه عن وزارة الثقافة عايزة اتنقل الملف مهم جدا مدام اتكلمت عن ملف شباب ورياضة وكلمت عن اتحادات طلابية الشباب لما يبتدوا يتكلموا يقولك وديولك لما ينزلني على القهاوي قالوا انه والله انا بقيت اخاف اروح الى استياد عشان انا متأكد ان هما ممكن يقودوا علي اه طبعا تخيل ان فيه خوف ان انا اروح اشجع فريق كورة الفترة الجاية فريقي ان انا بحلم من صغري اللي شرت بتاعته يقولك لا انا مش اروح اشجع انا شفت اكتر من زميل ليا ابتدى يتقبض عليه لانه اشف قدامه التشجيع مقترن بشغب والشغب بطبيعة بس الاهمية من ده وده هيتناقش على مقيدة لجنة الشباب الحوار الوطني عملية اللي احنا ازاي نقدر نرجع جمهورنا وهو فعلا مطمن ان عندنا امن مستقر وامن بيقوله ايه صح باين الغلط من قبل ما يروح الستياد عندنا ملف مهم جدا برضو يوصف بصراحة مقدرش انساء هي مشكلة البطالة في مصر ولما تكلمنا طب ازاي يا شباب نقدر نحلها تكلموا عن ملف مهم اسمه رواد الاعمال طب رائع ايه افكاركم ايه الدنيا ابتدت افكار رواد الاعمال لما بتدوا يشوفوا بقى هم اللي يروحوا لبرامج الوزارة للأسف يعني رواد الاعمال تيهين مفيش وزارة بعينها هي القائمة بذاتها على دعم ملف رواد الاعمال طيب ليه يا شباب طب مش وزارة الشباب او وزارة صلاة او او من الوزارات دي بتشتغل عايكم ابتدوا يفكروا يقولوا ان ما تخلوها وزارة واحدة اللي هي تبقى وزارة الشباب برضه عشان دي مشاريع قائمة بافكار الشباب هي اللي بتعمل كل حلقات الوصل ما بين كل الوزارات لو انا بعمل حاجة للزراعة يقدروا يودوني لمسؤول في وزارة الصراع عشان اقدر اكمل ملف بتاع رائع الامال ويس ده بقى كل القطاعات اللي الرواد الاعمال بيشتغلوا عليها وبالعكس كمان اللي اكتر من ده ان فيه شباب سابت مصر كانوا فاتحين شركات بيعملوا دخل محترم ليهم وكمل العاملين معاهم سابوا البلد عشان يروحوا يفتحوا في دول اخرى هنستطيفهم داخل الحوار الوطني عشان نشوف ايه المميزات اللي الدول الاخرى ادها لهم ومصر ما دتها لهمش فيه ملف مهم تاني هو ملف الشبابنا الدارسين في الخارج عندهم افكار يا يوسف في المحور الاقتصادي وفي المحور المجتمع وفي المحور السياسي اكتر من رائع بس عندهم تحديات وعندهم مشاكل بيواجهوها كل الالفات دي لما نقول اللي احنا نفتحها مع شبابنا الشباب لما هتقول ان فعلا لجنة الشباب رفعت توصيات لفخامة الرئيس وفخامة الرئيس اعلن عليها الفترة الجاية هنحس بانتماء كبير جدا للدولة المصرية وهيحسوا كمان ان الحوار الوطني جابنا دايكو يا اخينا كل مرة تلاقيني عمال يعني حجم اعجبي بتنظيمك عمال بيزي تجرد حقيقي يعني ما شاء الله بجد يعني من اول يوم اتقابلنا فيك ده هاي اكتر